بدأ برنامج مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية برنامجه الرمضاني بتنفيذ مشروع إفطار صائم في ثمانية عشرة ولاية بأفغانستان وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آلنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آلنهيان للأعمال الإنسانية هذا وتشرف ملحقية المساعدات الإنسانية والإنمائية التابعة لسفارة الدولة في كابل على تنفيذ هذا البرنامج الذي سيستمر طيلة شهر رمضان المبارك وسيستفيد منه مئات الآلاف من الصائمين في عشرات المساجد واعتبر سعدة جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الدولة لدى كابل أن هذه المساعدات هي أضخم مشروع إفطار صائم في جمهورية أفغانستان الإسلامية وفي السياق ذاته ولكن داخل الدولة باشرت الخيم الرمضانية التابعة لهيئة الهلال الأحمر في الشرقة استقبالها لجموع الأسر المتعففة والأرامل والأيتام وغيرها من الشرائح لتسليمهم وجبات الإفطار سماح الشيخ والتفاصيل انطلاقا من التزام هيئة الهلال الأحمر بمسؤولياتها المجتمعية وحرصه على تجسيد تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم التراحم الإنساني بين أبناء مجتمع الإمارات في شهر رمضان المبارك يأتي مشروع إفطار صائم القائم على توزيع وجبات إفطار كاملة في سبع خيام رمضانية موزعة على عدد من مناطق الإمارة أعداد الخيام تقريبا سبع خيام في إمارة الشارجة وكل خيمة تقريبا يوميا تستقبل ما بين 600 إلى 700 صائم وطبعا في مناطق مختلفة في إمارة الشارجة عندنا الخيمة الرئيسية في منطقة النخيلات وما شاء الله تقريبا نفس ما تشوفون التوزيع طبعا يبدأ عندنا التوزيع يختلف عن الخيام الأخرى كون هنا أكثر شيء يكون عندنا عوائل فنبادرنا من تقديم الوجبة ويشلونها العوائل للمنازل عندنا باقي الخيام الستة إفطار صائم في الخيمة العاملون في الهيئة رفقة مجموعة متطوعين يبذلون قصار جهدهم لتوزيع وتقديم واجبات الافطار حيث تخضع الخيام لإشراف هيئة الهلال الأحمر بحيث يتم تأسيسها واختيار موقعها وتحديد طاقتها الاستيعابية بشكل مدروس ومنظم وآمن لتستقبل الصائمين من مختلف شرائح دور المتطوعين هنا دور تنظيمي يعني يقومون بتنظيم الأسر والعوائل لأن الخيم الوحيد الموجودة فيها عوائل خيمة انخيلات فنقوم بتشكيل المتطوعين طبعا المتطوعين هم متفرقين على كل الخيم الموجودة السبع الخيمة فيها مجموعة من المتطوعين يقومون بتنظيم الخيمة يعتبر مشروع إفطار الصائم أحد أبرت مشاريع الهلال الأحمر الداخلية التي تهدف إلى إحياء فضاء للشهر الكريم حيث يحرص الهلال الأحمر على توفير وجبات إفطار يوميا قبل أذان المغرب طوال شهر رمضان المبارك وسط أجواء أن يعمها ترحم بين جموع زوار تلك الخيمة ترجمة نانسي قنقر شكرا